موسيقى أهلا بكم إلى حوار جديد من حوارات الساعة عبر شاشة تلفزيون فلسطين وقناة مساوى الفضائية وقع حزبا لكود وعثمى يهود تلفاشي على اتفاق ائتلافي بموجبه يمنح رئيس هذا الحزب يتمر بن كفير حقيبة الأمن الداخلي مع صلاحيات واسعة ستدرج هذه الحقيبة تحت اسم وزارة الأمن الوطنية في الأثناء يرى مراقبون أن الاتفاق الائتلافي الذي أبرم وأعلن عنه هو محاولة لتفعيل الضغوط على رئيس الصهيونية الدينية بتسل إلس موتريتش ليتنازل عن قسم من مطالبه موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والاستاذ فاتن غطاس عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الاسرائيلي أهلا بكما وأبدأ معك أستاذ فاتن غطاس الحكومة السادسة لبن يمين نتنياهو تبصر النور قريبا إذن تحديدا بعد الإعلان عن الاتفاق بين نتنياهو وإيتامار بينكفير لكن وعلى ما يبدو أن السقف الزمني الذي وضعه نتنياهو لم يكن دقيقا في بادي العمر صحيح نتائج الانتخابات اللي كانت هي نتائج جدا سيئة وهذا كان واضح والخلافات اللي موجودة بهذه الحكومة والسقف الزمني اللي موجود لصناعة هاي الحكومة وتشكيلها هو أخيرا موجود في خانة واحدة كيف يتفقوا على توزيع هاي الكعكة اللي موجودة بناتهم والخلاف اليوم الأشد والنقاش اللي موجود أكثر هو من يحمل العصة بشكل قوي أكثر فوق ظهر شعبنا الفلسطيني فوق ظهر شعبنا الفلسطيني في داخل إسرائيل مواطنين دولة إسرائيل وفوق ظهر شعبنا الفلسطيني في الضف الغربي وفي قطاع غزة وفي الشتات على هذا الخلاف ولهذا الموضوع الزمني وبناتهم هو بس حاصل تحصيل لتقاسم الكعكة لكن جميعهم متفقين على نفس الهدف جيد جدا ما أطرحته في البداية أنه الحزب الفاشي مهم جدا نبقى على هذا التعريف إذا الحزب الفاشي اليوم يصل إلى السلطة هذا هو المعلم الأساسي لهذه الحكومة وهناك من لا يخجل بهذه الصفة بالضبط هو لا يخجل بهذه الصفة وأصبحت هذه الصفة وكأنه أيضا شيء مقبول أيضا في المجتمع اليهودي المجتمع اليهودي العادي أنا ممكن أسميه أو الوسطي أو اللي ممكن يسميه في المركز حسب الخارطة السياسية نعم اليهودي اليوم عادي اليوم استمعت الصبح في الأخبار كمان المعلقين تحطوا بشكل عادي منتأمل أنه ينجح منتأمل لما أعلنه بين كبير وزير حقبة الداخلية الأمن الداخلي وسعوها شوية أعطوه شوية توسعات أعطوه شوية كمان حصل أمن الوطني ومنتأمل ينجح معلقين عاديين مش معلقين فاشيين نقول معلقين العاديين في ما يسمى باللغة بالمينستريم اللي موجود اليوم يعلقوا واقعين أنه هذا أمر شيء طبيعي هذا هو الشيء الخطير في هاي الحكومي وهذا الشيء الخطير العاملين المفروض كل ياتنا ننتبه له أخيرا وإنت تشكل الحكومي أخرى جمعة أخرى جمعتين هذا يعني مش عم بفرق إشي هذه درسات العالة المجزرة اللي كانت بالأمس وأول أمس والقتل اللي موجود في الضفة مستمر للأسف ما توقفش لا بالحكومة السابقة ولا رح يتوقف بالحكومة المقبلة للأسف لكن في حاجة ننتبه أنه هاي الحكومة هي أخطر من سابقاتها لما نقول فاشي لما الفاشية عمليا تطلق العنان تكشر عن أنيابها وتطلق العنان بالمفضوح بتصيرها مفضوحة أكتر بتصيرها حزب رسمي إلو سلطة وإلو قيادة موجودة هذا يشكل عمليا سقف وجديد يعني حلقة جديدة في تصاعد الفاشية اللي صلنا فترة طويلة وصلنا سنوات نقول خطر الفاشية وخطر الفاشية ممكن من 40 سنة ذاكرة وحنا في الجيال الصغيرة كنت نقول سنصد الفاشية يعني ولكن اليوم عمليا وبعدنا رح نقول نظن نستمر بطرح هذا الموقف وطرحها بقوة أكثر هذه المرة لكن فاشية تكشر عن أنيابها أكثر وهذا أيضا يعبر عمليا عن جوهر الأزمة العميقة اللي موجودة في هذا الحكم واللي ما رح يغيرها كل موضوع تقاسم الحقائب الوزارية هاي اللي موجود تقاسم الكعكة هاي لأنه هاي الكعكة اللي هون يتقاسموها هي كعكة مسمومة فيها سم كبير جدا والسم الأساسي فيها اسمه بسيط اسمه الاحتلال اسمه الاغتصاب اسمه احتلال شعب آخر اسمه اغتصاب أرض مش إلك وانت تقف عليها وهذا رح يعمق الأزمة رح يعمق أزمة النظام الإسرائيلي النظام الصهيون اللي موجود واللي يحكم يعمق الأزمة أيضا بالنسبة لليهود يعني هذا المشروع عمليا كمان بالنسبة لليهود عمليا هو مشروع خطر وهذه الظواهر تبعته رح يتأتي بعواقب خطيرة ليس فقط على مجتمعنا الفلسطيني وعشعبنا الفلسطيني إنما أيضا على الشعب الليهود على الإسرائيليين وعلى المنظومة السياسية الإسرائيلية إذن ذروا جديدة في التطرف المشكلة ليست في موعد إعلان هذه الحكومة وإنما في سياساتها في السياسات التي سيتم تبنيها لكن عودة خطوة واحدة إلى الوراء وإلى هذه المداولات شبه المستمر بشكل أو بآخر طيب غنائم هل كانت المطالب التي وضعتها الأحزاب المتحالفة مع بن يميني تنياه مفاجئة له إلى هذا الحد؟ يعني هو لم يتوقع حتى بداية إجراء المفاوضات بين هذه الأحزاب اليمينية المختلفة على السقف العالي جدا الذي طالبت به كل الأحزاب عمليا هو يعني إذا منطلع قليلا إلى الوراء أعلن أنه خلال فترة وجيزة وقياسية سوف يقوم بالإعلان عن تشكيل حكومة لكن الأمر لم يتم بهذه السهولة الكعكة لم تقسم عمليا كما ابتغى نتنياهو وأود في هذا السياق أن أضيف بأن الحصص الكعكة أكثر من الكعكة ذاتها يعني الطلبات التي طلبتها عدسما يهوديت حزب شاس يهدوتها تراء خذ على سبيل المثال يهدوتها تراء المناصب التي حصلت عليها وحصلتها في الحكومة القادمة أكثر من عدد أعضاء الكنيسة في هذا الحزب الديني المتطرف يعني في المحصلة عمليا نتنياهو في وليته السادسة الوشيكة هو رهين لأحزاب اليمينية المختلفة وخلافا لما توقعه يعني لم يكن الأمر بهذه السهولة وأحد الدلائل على هذا على هذه القضية هو الاتفاق الذي وقعه حزب الليكود وحزب أتسماء يهوديت من أجل الضغط يعني من بين الأهداف المختلفة ومن أجل الضغط على بيتسال إيرتس موتريت الذي يواصل مطالبة المزيد من الحصص المزيد من الصلاحيات والمزيد من المناصب التي يبتغي تقلدها سنتطرق إلى هذه الجزئية بالتحديد وهي جزئية قد تكون فعلا هامة في هذه المداولات المستمرة حتى اللحظة الضغط على بيتسال إيرتس موتريتش وبالتالي الإعلان عن الحكومة لكن دعني أورد لك ربما أحد العناوين التي برزت في موقع والله الإخباري الإسرائيلي صبيحة هذا اليوم موقع والله يقول ليس هناك مناص أمام نيتنياهو عليه تلبية مطالب كل شركاء هل فعلا هو جاهز لذلك؟ بالطبع بالطبع لم أكن عبثا أنه رهينة حتى حبيس لمطالب هذه الأحزاب تنساش أنه نيتنياهو في أزمة قضائية ومن أجل أن يمرر القانون القضائي ما يسمى بفقرة التغلب بيسغاتا هيدقابروت يجب عليه أن يحصل على كافة أصوات هذه الأحزاب اليمنية وإلا سيقع فيه مطب آخر قضائي ويحد من عمله ومن صلاحياته ومن إمكانية مواصلة ولايته السادسة نيتنياهو بالطبع شبه مجبور على الالتزام بكافة مطالب هذه الأحزاب اليمينية التي طالبت مطالب كبيرة جدا خلينا نقول نعم دعني أنقل النقطة التي تطرقنا إليها وسأعطيك المتسع من الوقت ربما لإضافتك وإستاذفات غطاس تحدثنا عن مسألة الضغط على بيتسل إيل سموتريتش وبالتالي التوصل إلى تركيبة كاملة متكاملة وصورة واضحة لهذه الحكومة هل فعلا اتفاق ائتلافي بين إيتمر بن كفير وبن يميني تنياهو قد يشكل ضغطا على بيتسل إيل سموتريتش أما بيتسل إيل سموتريتش يستطيع في الدقيقة التسعين أن يقول سأترك هذا الميدان وهذه الحلبة ولتقيموا حكومة بدونه لن يترك لن يترك ولن يقيموا حكومة بدونه والفريقين يلعبوا اللعبة على شعبهم يلعبوا اللعبة عمليا صورية أنا برأيي على شعبهم يعني نتنياهو نفسه هو اللي أراد بأنه سموتريتش يطلب وزارة الأمن وبحين طلعت عليه العالم وأمريكا بدنا الشيات فبدنا حيث ريح حاله في قضية أنه أنت العالم يقوم عليك إذا بعطيك وزارة الأمن المشكلة ليس عند المشكلة عند العالم وبهذا الشكل يلعبوا اللعبة إذا منتطلع نتنياهو هو حبيس كيف تفضلت للأربعة وستين عضو كنيسة للأربعة وستين انتبهوا عمليا لتعمق الأزمة في داخل إسرائيل كيف يكون وزير وفي قانون وفي قانون أقربحين ومثل بعده موجود مش عارف شو عمل فيه أنه الحكومة تشكل من 18 وزير الأخير آخر وزارة رفت 36 اليوم عمليا طلع بنكفير كم عنده كناسة معه ستة سبعة عنده بطلع خمس حقاوعد ثلاث حقائب وزارية رئاسة لجنة لجنتين ونائب وزير نعم عمليا السبعة شغالين سبعة لهم دور يعني ما معناه كل 64 عضو كناسة عمليا كلهم فيه لهم قائب كل واحد أو مناصب أو مناصب معينة بهذا الشكل هو يضمن بالضبط القوانين اللي يريد تنفيذها نتنياهو هذه اللعبة العملية الموجودة اليوم وهذا عمليا يدل على جوهر الأزمة هي أزمة عميقة جدا من ناحية الفكر الصهيوني تريك ما أمنا نحن عجم من ناحية الفكر الصهيوني عمليا أي دولة يريده أي دولة يريده هذه دولة عمليا تصبح فيها كل من هو بده يلهط من هاي الكعكي ليه؟ لأنه في عندهم خوف أن هاي الكعكي تطير الظهر من قدامهم صحيح بطر عمليا هذا التوجه اللي كان الفكر الصهيوني اللي جاي يبنيه دولته جاي يبنيه وطن كيف يبنيه كيف يطوره حتى الفكر بجراء بقول إيه محال نحن من المعادلة اطلع على اليهود نفسهم كيفية التعامل مع كل هاي الأزمة اللي موجود اليوم هو تعامل خطير هو تعامل عمليا بجر فيه نهش من كل ناحة وناحة وهذا يعمق عمليا الأزمة وأنا برجع طبعا الأزمة موجودة ليه برجع عندها بنقول الأزمة بالاحتلال هو مش شعار فقط ناس فكرنا بنقول بس شعار الأزمة بالاحتلال المحتل اللي بروح على اليوم يوم بقتل في الضفة سهل يمسك السكينة ويقتل بحولهم أول تنبارح سهل يهاجم أي واحد على خلاف على سيار يهاجم جاره سهل متعود على القتل يوميا هاي الوحشية والبربرية المستعملة هناك عمليا في الضفة ستنتقل لأنها عمليا بتشكل جزء من الإنسان نفسه وهذا خطر مستمر عمليا يوميا على حياة كل إنسان وإنسان في داخل هذا المجتمع ولهذا التفقق اللي موجود اليوم عمليا في داخل هذا المجتمع وتفقق خطير جدا وهذا تعبير عن الأزمة لما بيجي قوانين بيجي أبسط القوانين القوانين بأسمائها نحن نتحدث عن توزير وتوزيح حقائب وزارية فيه الكثير من الإشكاليات الإشكالية التي ذكرتموها والتي تتعلق بحصر صنع القرار بمراكز معينة بقوى سياسية معينة وهذه مشكلة في أي نظام سياسي وما بالك إن كان نظام ديمقراطي أصلا ونتحدث عن علا القانونية أساسية في توظيف وزراء ملاحقين جنائيا مثل درعي وهو ملاحق طبعا بقضايا فساد ورشا هايش حكم بينك فير في حكم كان ضده بينك فير طبعا ونتحدث عن أشخاص ملاحقين من قبل الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في إسرائيل سيصبح هو مسؤول عنها طبعا وهنا المعضلة الأكبر ما الذي يفعله أو تفعله هذه العلال الموجودة اليوم أمام بنيمين تنياهو في أي منظومة سياسية وفي النظام السياسي الإسرائيلي على وجه الخصوص ستقلل بشكل كبير جدا من توالي المساحة الديمقراطية اللي موجودة في هاي البلاد لقد بقت كيف تفضل تأسد بالفعل عن نظام ديمقراطي في انتخاب لكن هذا عمليا الوضعية هي عم تقتل هذا النظام الديمقراطي وتقلل الهامش المتبقي من الدمقراطية من كيفية التعامل اللي موجود في هاي الدولة وبيحاولوا يضيقوا عمليا خطوة تلو خطوة طلعا احنا هون عمليا نأخذ احنا كل الوضعية تبعتنا خلينا نأخذ السن الماضي ايش اللي كان موجود في النقر ايش اللي عم بجري من هدم البيوت اللي موجود بكل محل ومحل هاي عمليا يعني نسأل حالنا السؤال بالفعل هذا البيت المبني هو يعني يشكل خطر على الحركة الصهيونية طبعا لا احنا فهمين الشغل اللي مش هيك لكن في قصد لتخويف وترهيب من ناحية وحدي ومن ناحية تاني عمليا كل هذا التفكير تبعا كأنه في هامج ديمقراطي افهم انه فيش انتك مجال افهم انه انخلص افهم انه تطلعش المظاهرة بكرة اللي بدأت تسير افهم انه اللي كان بـ 18-5 السن الماضي بالـ 2021 بالناشية يرجع وهذا اللي حكي عنه سموتريتش اذا انتبهته قال انه شو نفوت بالدبابات على اللد وعكة والرملة ننفوت بالدبابات هذا التهديد واضح وهذا يصبح اليوم بكرة وزير وعلى كل حال وهذا بدي يقرر وهذا بدي يقرر بكرة بوزارة المالية عديش العرب هاي البلاد ياخدوا من الحصص اللي موجودة من الوزارات ولهذا التوجه هذا اللي موجود والتصاعد هذا هو خطير جدا جدا مفيش حاجة ممنوع نستهين فيه لكن منه حتى ننتبه ممنوع نخاف منه هذا الخطر الأكبر فيه حاجة تواجهه بقوة أكبر هذا الأمر اللي فيه حاجة احنا كمان ننتبهه له كمان كجماهير فلسطينية وكشعب فلسطيني موجود داخل هاي البلاد بدوا يقاتل وكل عبرنا احنا عمليا قتلنا على مواطنتنا هون وقاتلنا على الحفاظ على قوميتنا مفروض نظلنا مستمرين بهذا المهات إحدى الإشكاليات ربما تتعلق طيب غنايم في ما يسمى بالتغلب والمقصود فيه طبعا القضاء على صلاحيات وسلطات المحكمة العليا في إسرائيل التي شكلت في الكثير من الأحيان ربما منصة ومكان لأن تلجأ له وحيزا آمنا بين كسين شكلت حيزا آمنا وهمشا ما الذي سيفعله أي تمار بين كفير وبتسل إليس موتريتش والمتحالفين معهم مع محكمة من هذا النوع مع سلطة من هذا النوع وهي التي تعزز مبدأ فصل السلطات في أي نظام ديمقراطي وعلى وجه الخصوص عندما نتحدث عن إسرائيل عمليا على المحك من الخطوات الأولى التي ينوي نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف هو القضاء بين كسين على محكمة العدل العلية في إسرائيل عبر بالأساس فقرة التغلب وخطوات أخرى تهدف إلى تهميش محكمة العدل العلية واللجوء إلى الحكومة التي سوف تسن قوانين تلغي وتبطل قرارات محكمة العدل العلية يعني عمليا ما سوف يحدث هو أنه هذا الهامش القضائي الذي يعني مدافع أو شكل ملاذا آمنا وهامشا للديمقراطية الإسرائيلية سوف يتلاشى بالتدريج ويعني بتسارع كبير لأنه عمليا حتى درعي ينوي سن قانون بإلغاء يعني سوف يساعده بإلغاء وصمة العار التي تلقى من الخروقات الضريبية التي قام بها يعني شيء من الدكتاتورية أم دكتاتورية يعني هو نوع من الدكتاتورية نوع من الحكم الأوحد نوع من حكم اليمين والتفرد بالحكم وعدم السماح لأهل هامش الآخر الذي نشنا نسميه يسار لكن الذي ليس فيه معسكر بن يمين نتنياهو سوف لن يكون له صوت واضح ولن تكون له إمكانية التعبير وإمكانية التأثير حتى يعني هذا أيضا يتعلق بالمسائل المتعلقة في المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد وتعامل هذه المنظومة السياسية معه وحتى مع تمثيله يعني على سبيل المثال اليوم إن كانت هذه القوى التي نرى صورها على الشاشة أيضا ورؤسائها وقادتها لا يريدون أن يكون هناك تمثيل عربي في الكنيست الإسرائيلي يستطيعوا أيضا عبر هذه التعديلات أن يلغوا ذلك أليس كذلك إحدى القضايا اللي كمان طرحت بالفترة الأخيرة يعني نرجع ممكن يصبح في الانتخابات الأخيرة قلنا للجمهور إنه لحد اليوم لحد اليوم ما زال صوت العربي يسوي صوت اليهودي هل هذا ممكن يتغير نعم ممكن يتغير ممكن يتغير الأبرتهايد وليس بعيد عن هذه المنظومة ما يجري عمليا اليوم في الضفة بشكل واضح عمليا في التمييز العنصر لأنه يأخذ العديد من الأشكال فيه نوع أيضا من أشكال الأبرتهايد لكن في تفاوت في تفاوت العديد من شاء الله في عديد من القضايا إحنا ما زلنا فيه عندنا حيز ديمقراطي وحيز معيشي صحيح لكن بالعديد من القضايا ومنها قضايا المسكن مثلا الأساسية موضوع كل موضوع الحيز الإنساني للمعيشة تبع الإنسان العربية لبلاد إحنا نعيش عمليا يأخذ بالتلاشي إيش يعني أنت عندك اليوم 2% من كل الأراضي الموجودة في فلسطين التاريخية وأنه عمليا يملكون العربي ولا يستطيع أن يبني على 10% منهم من ناحية وين إمكانية أنت تبني عمليا ولهذا إحنا موجودين بمحل صعب جدا إيش معنا بأنه ولا قرية عربية ولا مدينة عربية ولا بلد عربية جديدة بنيات في كثير من القضايا اللي إحنا ممكن بانشوف أنا بقول إن إحنا هون بهذه البلاد بنحفر مثل اللي بحفر عمليا بالصخر هيك إحنا منعيش هيك إحنا منتقدم وما زلنا ورح نبقى بهذا الشكل طيب دعني أنقل بعض ما يقال ربما من مجموعات قليلة في هذا الشأن هناك من يقول أو يؤمن بأن كل هذه التصريحات المتطرفة التي تصدر عن سموتريتش بين كثير درعي حلفائهم هي فقط تصريحات في الهواء لن يكونوا أو لن يستطيعوا أن يكونوا متطرفين بهذا القدر في الوقت نفسه هناك مصلحة لدى بين كثير على سبيل المثال أن يلجم الجريمة وانتشار السلاح في المجتمع العربي أكثر طيب هذا سوف يترجم إلى خطوات أكثر صرامة ضد المواطنين العرب شو يعني؟ داخل دولة إسرائيل يعني شو يعني؟ يعني نظام بوليسي مثلا؟ نظام بوليسي قمعي ضد المواطنين العرب هذه من جهة من جهة أخرى في الضفة الغربية المحتلة شرعنت البؤر الاستيطانية كما تفضل الأستاذ باسل فاتن عفوا عمليا حينما أنت تمنح شق طرق وشرعنت هذه البؤر الاستيطانية وتفصيلها عن الحيز الذي تتواجد فيه هذا نوع من الأبرتهايد يعني الأبرتهايد يأخذ أكثر في التبلور ويأخذ شكلا أكثر وضوحا ويتجذر أكثر فأكثر نهيك عن الهامش الديمقراطي للعرب داخل دولة إسرائيل أيضا سوف يأخذ بالتلاشي سوف يدخل جهاز المخابرة اللي هو موجود عمليا لكن سوف يكون أكثر تغلغلا في المواطنين العرب داخل دولة إسرائيل حق التعبير عن الرأي سوف يتراجع كل هذه الخطوات سوف تضع المواطن العربي في دولة إسرائيل في خانة يشكك به ويخون ويعتبر طابورا خامسا ومواطن من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة يتعلق بمدى ووتيرة سن مثل هذه القونين العصرية وإن سنت أيضا جزئيا يتعلق بتطبيق وإنفاذ القانون على أرض الواقع يعني كيف سوف تتعامل هذه اللجان البرلمانية هذه الوزارات المختلفة مع هذا الجمهور يعني الأمور لا تبشر بالخير في حال تحدثنا عن اليوم الأول بعد انطلاق أعمال هذه الحكومة الوشيكة أو المرتقبة في اليوم الأول ومع كل هذا التركيز طبعا على مسألة القضية الفلسطينية على الاستيطان والدفع بالمزيد من الاستيطان والأمور الأمنية الأخرى كيف ترى اليوم الأول بعد الإعلان وبعد انطلاق عمل هذه الحكومة هذه الحكومة ستحاول بكل الوسائل عمليا لضغط وحشر المجتمع العربي الفلسطيني في كل مكان ومكان في بؤر سكانية موجود في داخل بيتك ما تطلعش من بيتك وبرر بتطلع بتشتغل وبترجع من شغلك على البيت وهذا وعمليا هنا ينتهي دورك محاولة القضاء قدر الإمكان على أي أشيء الحييز العام على الحييز الجماهير والعمل الجماهير سيكون عمليا هو المواجهة الأولى مع هاي الحكومة استغلال ومحاولات ومحاولاته ومحاولاته كله عن موضوع الشباك واستعماله للأسف الشباك يستعمل يوميا ضد أي تحرك قومي موجود في داخل الجماهير العربية الأمس كنا في مظاهرة في مجل كروم على قضية العنف ضد النساء وقتل النساء في يوم العالم إلى مكافحة العنف لاحظنا بأن البوليس يتعامل معنا بشكل طيب أغلقنا الشارع لم يصدق قوى جديدة لم يصدق قوى أسخري بوليسية كانوا أقبالنا وكان كاف لأنه يفهموا أنهم فيش قضية قومية بحال ما في قضية قومية يتغير كل الحساب اللي موجود للأسف يا ريت هاي القوة تريد وقف الجريمي هاي القوة هي اللي زرعت الجريمي داخل مجتمعنا حتى تفككنا ومعروف أكثر من تصريح لقيادات عسكرية موجودة عندهم قالوا أن المخبرين تبعونهم هن من إصابات الإجرام هم من المتعاونين اللي معهم من إصابات الإجرام يعني هذول زباينهم هذول جمعتهم والسلاح اللي موجود في أيدي إصابات الإجرام هو سلاحهم لو عرفوا أن هذا السلاح سيوجه بأي مرحل كانت على قضية قومية كانت تاني يوم بيسحبوا كل الأسلحة وبأيده بيسحبوا كل الأسلحة إحنا فهمين عمليا هاي المنظومة كيف بتعمل رح تستمر هاي المنظومة بهذا العمل بشكل أبشع وبشكل أقصى لكن أنا معاك بشيء محل بأنه يعني كمان أخيرا في منظومة عامة اللي هني إسرائيل ما مش خليتنا بهاي بوطننا على سود عيوننا هي لم تستطيع ولن تستطيع قلعنا من بلدنا قلعنا من أرضنا هذا عارفيته منيح وعارفينه في حاجة يوصلوا معنا بشيء محل لم أقل محل اللي فيه يعني يهون التفاهم أكثر لكن بدون يخرسوا صوتنا ممنوع يخرسوا صوتنا وهل ستطبق الشروط التي وضعت أمام نيتنياهو بخصوص تشريع المزيد من المستوطنات تشريع المستوطنات باعتقاد هني قابلين في عمليا اليوم يعني تسمع أنت بإدخل إسرائيل كلمة الاحتلال تقريبا أزلوها من قاموسهم من قاموس الإعلام طبعا أنت بإدخل حساسية وزيل يعني قامت إيامة الدولة عمليا كيف تقول شهيد في نابلس فواضح أنه الانحضار اللي موجود في كل ما يتعلق بشعبنا الفلسطيني هو خطير جدا صعب جدا يمكن يكون بالقضايا الديمقراطية وقضايا المحكمة العدل العليا شيء محلي لأنه هذا هو اللي بالنسبة لهم المظهر لهم عالميا بيهتموا لمحافظات عمليا بينه وكأنه دولة ديمقراطية عالميا هذا اللي بشي محل ممكن راح يبقى المحل يضغط فيهم اللي يضغط فيهم واللي يضلوا عمليا أنه هن يضل مفروض يبقوا بمحل أنه هن حكومة تحترم شوي حالة مش حكومة ديكتاتورية بحال منطقة ديكتاتورية خطيرة عمليا قدام العالم هذا يضعفها بشكل كبير جدا وبالتوازي مع ذلك أعين هؤلاء الذين نراهم على الشاشة موضوعة وتركز تماما على كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية المسجد الأقصى الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سؤال الأخير في هذه الفقرة طيب غنايم هناك من يقول بأن نيتنياهو سيعلن تشكيل هذه الحكومة بكل ثمن لكنه يبقي على قنوات تواصل مفتوحة مع أطراف أخرى وعندما نتحدث عن أطراف أخرى يعني المعسكر المناوئ صحيح ترجح هذا السيناريو أنا أوافق على هذا السيناريو لأنه إذا ظل بن يمين نتنياهو رهينا هذا المعسكر يعني معسكره في احتمال أنه يدخل إلى مطب سياسي يعني أنا قراءتي الشخصية والخاصة لهذه الحكومة أنها يعني لن تصمد حتى نهاية ولاية الحكومة التي هي أربع سنوات لأنه هناك الكثير من المطالب وهناك انشقاقات داخلية وتنازع كبير جدا ما بين الأحزاب المختلفة الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على رئاسة الحكومة لنتنياهو وعليه هو يبقي قناة التواصل والسيناريو مفتوحا مع المعسكر المناوئ من أجل أن ينقذ نفسه في لحظة الصفر وهذا تمهيد أكثر من جيد حتى لمحورنا القادم ستبقى معنا طيب غنائم المختص في الشأن الإسرائيلي أشكرك أستاذ فاتن غطاس عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الإسرائيلي على مشاركة في هذا الحوار إذن ورغم تضاح معالم التوزير أو توزيع الحقائب الوزارية إلا أن المهمة كانت أصعب مما تخيل رئيس الحكومة المكلف بن يمين نتنياهو نتنياهو الذي أمين الإعلان الرسمي عن حكومته الأربعاء المنصرم وهو الثقف الزمني الذي تجاوزه بأيام نتيجة المطامع لدى أحزاب الاتلاف وليس فقط إنما الصراع الداخلي أيضا الذي ولدته المفاوضات داخل حزب لكوذاته ولذلك مآلات وارتدادات وانعكاسات ترجمة نانسي قنقر وفي بداية هذا الملف ينضم إلينا في الستوديو دكتور راميز عيد الأستاذ المختص في الإنثروبولوجيا السياسية أهلا بك كما أرحب أيضا ببروفيسور يوسيونة أستاذ الفلسفة في جامعة بينغوريون وعضو الكنيسة السابق أهلا بكما وأبدأ مع ضيفي في الستوديو دكتور راميز عيد كنا قد تحدثنا قبل قليل مع الأستاذ طيب غنائم عن الإبقاء نيتنياهو على قنوات التواصل مع جميع الأطراف السياسية تبعا لأنه يعلم أنه من الممكن أن تقود الفترة المقبلة لانشقاقات داخلية إن كانت في معسكره الحالي أو حتى في حزبه وهنا كان الكثير من المطالب التي لم يستطع بن يمين نيتنياهو أن يلبيها داخل حزب الليكود هل توافق على هذا التوجه مبدئيا؟ أعتقد في الفترة القصيرة في المدى القريب أو المستقبل القريب بإبقاء نيتنياهو لن يواجه مشاكل كثيرة لأن اليمين وخصوصا اليمين المتطرف يريد أن يكون في سدة الحكم وعلى كرسي الحكم بشكل قوي جدا ويحلم بالحكم وبالسلطة كجزء من فلسفته كفلسفة أساسية فربما الخلافات سوف تظهر بعد سنتين أو ثلاثة أعتقد أما في الفترة القريبة لا أعتقد أن هناك مشاكل أساسية وهي فقط توزيع وزارات أو زوايا معينة في الكني وما رأناها اليوم هناك اتفاق أولي مع بن كفير وهو الولد السيء في هذه الحكومة سيكون بالإضافة إلى سموترش طبعا فهناك اتفاقيات ستكون قريبا أعتقد للفترة القريبة لن تكون هناك مشاكل كبيرة ولكن بيب النتنيان طبعا هو ثعل بالسياسة الإسرائيلية هو يعرف أيضا أن هناك مشاكل قد تظهر بشكل مفاجئ وخصوصا من الضغط الدولي الذي سوف يواجهه مع الوزارات التي سيأخذها اليمين المتطرف في الحكومة القريبة ورأينا أيضا في الأسبوع الأخير هناك تهديد مبطن من الاتحاد الأوروبي وذات المتحدة أنهم لن يتعاملوا مع وزارات يقودها اليمين المتطرف نعم استعمل تعبير ثعلب السياسة الإسرائيلية ثعلب السياسة الإسرائيلية أستاذ يوسيونة إن كنت توافق على هذا التوصيف أصلا بن يمين نتنياهو لدي صراعات داخلية تم الحديث عنها في الكثير من الوسائل الإعلامية الإسرائيلية داخل حزب الليكود نظرا لأن المطالب التي وضعت على طاولة بن يمين نتنياهو من قبل الأحزاب المتحالفة معه كانت أكثر مما توقع ما طبيعات ومآلات أيضا هذا الصراع الداخلي في الليكود؟ في طبعا الصراع الداخلي في الليكود ولكن أنا لا وثق مع زميلي كأنه كان يحدث هناك استقرار سياسي في الحكومة المتوقع أنه تشكل في المقبل لأنه في هناك نتنياهو طبعا في هناك يعني معضلة كبيرة يجيب أن يتوجاها والمعضلة أنه اليمين المتطرف هو ليس جزء يعني طبعا جزء من الحكومة الاتلافية لكن يريد أن يحرج نتنياهو يخليه في حالة إحراج ويقدم خطوات أو اقتراحات أكثر متطرفة ليثبت بأنه هو اليمين الحقيقي حسب سموترش وبينتفي هذه مرحلة مرحلة انتقال خلينا نقول فترة انتقال لأنهم يريدون يورثوا اليمين بإكماله اتجاه الانتخابات المقبلة لحظة لحظة استاذيوسي انتقال من أي حالة لأي حالة يعني يريدون انتقال إلى حكم كامل بيدي أي تمار بين كفير وابتسليل سموترش بالصبت أنهم يصبحوا أصحاب القرار بشكل كامل هذا اللي يريدوه ويثبت نتنياو كأنه يساري وهذا طبعا هذا سيحدث هذا سيحدث لأنه لنتنياو له يعني اعتبارات دولية هو له المسئولية ولا يستطيع أن يفعل كيفما يريدون سموترش وبينتفي هم طبعا هم يطلبوا تنفيذ خطوات أكثر عنيفة ضد الأرهاب وأشياء من النوع هذا اللي هو خلونا نضم بالناتق إضافية في الضفة الغربية لإسرائيل وأشياء من النوع وهو لا يستطيع حسب رأيي لا أعتقد أنه يستطيع أن ينفذ هذه الخطوات وهم يعرفوا بأنه لا يستطيع أن ينفذ هذه الخطوات لذلك هم يقترحوا عليه لأنه يريدون أن يحقلوه في حالة إحراج لأنه هم اليمين الحقيقي هم يعني هم يريدون أن يكونوا أصحاب القرار في المستقبل وليس المستقبل البعيد مستقبل القريب نعم إذا ما أردت ربما أن أستعير هذه العبارات يريدون إحراج نيتنياهو يريدون تصويره كيساري في هذه المعادلة وفي هذه الحكومة ونحن نتحدث عن طبعا أحزاب كالسيونية الدينية وما إلى ذلك هل من الممكن أن ينذر ذلك أستاذ الطيب غنايم إلى انشقاقات داخلية في أوساط حزب الليكود بالطبع سوف ينعكس ذلك على حزب الليكود يعني كون عثماء يهوديت وبينكفير وبتسل إيل سموتريتش إضافة إلى يهدوت هاتورا تنزاه وتأخذه أكثر يمينا يعني هي يمين متطرف جدا ليس يمينا عاديا هذا الأمر سينعكس على حزب الليكود وبالإساس على نتنياهو الذي أصلا بحكم كونه يتولى رئاسة الحكومة للمرة السادسة فبطبيعة الحال هو شخصية إشكالية حتى لدى حزبه يعني في الانتخابات قبل الأخيرة لكنه حزب الرجل الواحد وحتى الآن حزب الرجل الأوحد لكن يوجد تحت السطح يوجد الكثير من التململات داخل هذا الحزب وحتى هذه اللحظة كل من تململ وحاول أن يعني يقلب ظهر المجن على ضد نتنياهو مثل قدعون صاعر وغيره وكاتس وجد نفسه إما خارج الحزب وإما مهمشا فبناء عليه المزيد من الضغوطات الخارجية الدولية سوف تلقي بظلالها بشكل مباشر على حزب الليكود الذي في حينه سوف يتوصل للنتيجة بأن بنيمين نتنياهو بات عبءا على هذا الحزب بدلا من أن يكون القائد والمخلص والمنقذ والمواصل كقيادي وعطفا على ذلك دعوني أكون متطرف أكثر في طرح هذا السؤال بناء على أنه من قبل الأستاذ طيب غنام كانت ترجيح بوجود انشقاقات ربما في الفترة المقبلة هل من الممكن أن نشهد انشقاق على سبيل المثال من قبل أعضاء من حزب الليكود إلى أحزاب صهيونية دينية؟ يعني بالمدى البعيد أعتقد ممكن ولكن حاليا لا أرى أي وجود لهذا السيناريو باختصار لأن هناك فترة الآن للمفاوضات ومن يأخذ أي وزارة وهناك بعض التهديدات المبطنة والاستراتيجية أو نسميها التكتيكية وليست استراتيجية حتى يعني لشد الحبلة بين الوزراء والأعضاء الكنيسة في الليكود فهناك أعتقد ستكون هدوء ما بعد العاصفة عندما تتشكل الحكومة لفترة معينة ولكن ستكون الأزمات أعتقد فيما بعد عندما يواجه الليكود أزمة الحكم بالمعنى أنه ينادي في كون إسرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وما إلى ذلك وهي يعني كأنها الدولة المثالية يدعي وهناك دعاية إسرائيلية حول العالم أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية التي تحمي الأقليات وتحمي النساء وتحمي كل المجموعات ضعيفة ولكن عندما يتسلم الحكم هؤلاء الوزراء سنرى هناك تصادم بين الواقع والقيم التي ينادون فيها وفي هذا التصادم أعتقد هناك بداية الأزمة ستكون بداية الإحراج الدولي وبداية الإحراج المحلي وأعتقد إذا كل التوقعات التي يقولها الآن المحللون وما يقوله أيضا أعضاء الكنيسة في الليكود وسموتريتش وبنكفير أنهم سوف يستعملون القوة وسوف يستعملون ما يسمى المشيلوت يعني فرض نظام الحوكمة بشكل طبعا عنيف هنا وليس ديمقراطي وليس بالإقناع فتصور اليمين هذا قد يخلق ردة فعل أيضا شعبية في جهات أو في مجموعات قد تكون غير مبالية الآن ولكن عندما نرى لكن سؤال لماذا دائما نستبعد وجود سيناريو أن يكون فعلا هناك معسكرات داخل حزب الليكود قد تقول في نهاية المطاف إلى تهنيش أو عزل بن يميني تنياه لأنه بالنسبة لهم هو الملك يعني هو يعني تقريبا مقدس هذا إعلاميا إعلاميا وفعليا لا نرى أي قدرة لانتقاد يعني أي حزب أي عضو في حزب الليكود لبي بن تنياه لا نرى انتقاد قوي جدا ومن ينتقد حتى سموتريتش يعني قبل أسبوع أو أسبوعين تم هناك فضحه كأنه كان ينتقد ببي بن تنياه أنه إنسان كذاب وبعد أن فضحت القصة يعني اعتذر بعدها بساعات يوم واحد نعم فهناك تسلط يعني هناك ثقافة من التسلط في داخل حزب الليكود حاليا لا أرى أن هناك يعني في السنة أو السنتين القريبات لن تكون هناك أي تصدع في هذه الثقافة وفي سياق التسلط أستاذ يوسي يونا كيف سيستطيع بن يمين تنياه حبك أو عفوا كبح قوة المتحالفين معه كبتسل إلس موتريت شوية تمر بين كبح قوة هؤلاء الأشخاص كبح قوة هؤلاء الوزراء المستقبليين نقطة أولا أنا موافق أنه نتنياهو يتمطع من شرعية واسعة وهذا يخليه أن يستطيع أن يعفع كيف ما يريد في حزب الليكود ليس هناك تحدي عميق واسع من زعمال لكود لأن نتنياهو وهذا إشي واضح لزميلي النقطة الثانية لازم ويجب علينا أن ننرى بأننا جلسين على خلينا نقول برميل مواد انفجار ومعناها يعني الصراع الفلسطيني الاسرائيلي والوضع فيها الضفة الغربية المناطق المحتلة الوضع والوضع سيء وما يحدد إذا تكون هناك إذا يكون هناك تعزيز خلينا نقول فعاليات أرهابية وأشياء من النور طبعا المتطرفين من حزب الديني الصهيوني يطلب تكون لهم مطالب يعني تنفيذ وسائل أكتر وأكتر عنيفة وحتى يمكن أنه زعمال من اللي تكون نفسه لو يريدون أن يكون لهم هذه الصورة هذه السمعة في الشارع الإسرائيلي بأنهم يتخل متخلين على مواقف الأساسية للي كون وليس لهم القدرة أن يتعاملوا مع أرهاب وإشاء من النوع وهو فيه إمكانية أن يتبنوا مواقف أكتر وأكتر متطرفة اتجاه السراع معناها يطلبوا من نتانياو أن يستعمل خطوات أو وسائل أكتر وأكتر عنيفة هذا الذي أنا أتكلم عنه لا 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 نستطيع أن أتكلم عنه هناك كأنه صراع بين من جهة سموتريش من جهة ونتانياو لا لازم نأخذ بين الاعتبار ما هي تطورات السياسية الأسكرية المتوقعة في المناطق المحتلة ولها سيكون تأثير عميق على استقرار هذه الحكومة نعم وفي الحديث عن الاستقرار طيب غنايم هل من الممكن فعلا أن يكون بني جانس بر الأمان بعد عام أو عام ونصف أو عامين حتى لبنيا من نتانياو يتعلق بوضعية معسكر نتانياو إذا دخل معسكر نتانياو يتعلق بالطرفين عمليا بمعسكر نتانياو الذي يمكن له أن يدخل إلى قلاق الداخلية وإلى تزعزعة وعدم ثبات من جانب آخر هل بني جانس مستعد أن يغامر مرة ثانية وفق المغامرة الأولى يعني كان خاسرا بناء عليها هل سيكون له تبرير جيد سينقذ الموقف من هؤلاء المتطرفين من ناحية التبرير ممكن دائما أن تملح تبريرا لكن هل سوف يوافق بني جانس على التحالف مع بنيمين نتانياو مرة ثانية مجددا بعدما يعني هو أدخله للتحالف سابقا لكن عمليا الذي خسر من جمهوره ومن مواقفه ومن منصبه عمليا بني جانس الأمر يتعلق بمدى ثبات معسكر نتانياو ومدى جاهزية بني جانس لخوض هذه المغامرة مجددا هذا السيناريو عمليا أقل احتمالا نعم أستاذ يوسيونا تفضل هذا يعتمد على شرعية شرعية لدخول جانس إلى الحكومة أنا حصف رأي أعتقد بأنه جانس هو مستعد أن يكون شريك لهذه الحكومة هذا إلا نفكر فيه لكن المشكلة هو لا ينظر إلى الجمهوري الإسرائيلي للشارع الإسرائيلي ورأينا يعني في الأيام الأخيرة في هناك يعني مطالب من الجمهوري الإسرائيلي مركز يسار تعالوا نكون شركاء لهذه الحكومة لمنقض الحكومة الحكومة يعني حتى رئيس الإسرائيلي طلب ذلك بالزبط من اليوم المتطرف وهي شيء من النقوب لذلك أنا حسب رأي غانس حاليا ينظر إلى الجمهوري الإسرائيلي وإذا يفكر بأنه له شرعية لأنه الجمهوري الإسرائيلي مركز يسار مركز يسار يؤيد هالخطوة أنه يكون شريك هو مستعد يعني شرعية من الجمهور القصد مركز يسار لأنه شو غانس يعني هو يعني رجل عسكري رئيس ركاري الجيش شو بده يعمل في الكنيسة يقعد فيه جنوى أشياء من النوع له يريد إشي يعني وظيفة يقدر يتنفدها ولها أهمية وأشياء من النوع الكنيسة هي إشي مملعة لأنه يريد أن يدخل الحكومة للتلافية كيف ما قولت هذا يعتمد على شرعية الخطوة على شرعية الشرعية الجمهورية لهذه الخطوة ومن أين يستمد هذه الشرعية أعود خطوة واحدة إلى الوراء دكتور رامزي تحدثت عن الضغوط الدولية وعلى رأسها الضغوط الأخيرة التي كانت من قبل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتشكيل وتركيب هذه الحكومة الإسرائيلية السادسة لبن يمين نتنياهو طبعا بالاستناد إلى أنه حلفاء من اليمين المتطرف في إسرائيل أربط ذلك مع الصراع الموجود داخل حزب الليكود هل هناك داخل حزب الليكود المعارض والذي سيكون حزبا حاكما هل هناك من يستطيع ربما أن يستجيب لهذه التحذيرات داخل الحزب ما قام به نتنياهو تقريبا في السنوات الأخيرة هو قطع رؤوس بالمعنى المجازي لكل الأقوياء الذين كانوا بارزين يستطيعون أن يقدموا هذا للطرح والآن هو يربي أيضا ما يسموهم مجموعة جديدة من خمسة أو ست عضاء كنسة مثل أحنى وغيرهم الذين يتبعون إليه بشكل أعمى والكلام الآن هو سيبرزهم لفترة معينة يعطيهم هذا الأكسجين حتى يصبحوا من الأنواع المنفوخة مثل غيرهم وبعد فترة قد استغني عنهم ويبدلهم في حاجته الآنية في تلك الفترة حتى الآن السيناريو الذي يتكرر في الليكود وفي اليمين بشكل عام في العشرة أو خمسة عشر السنوات الأخيرة هو تكرار لنفس السياسة عند بيب نتنياه هو يستعمل بعض الأشخاص ويرميهم بعد فترة بعد أن استفرغ كل الأصير من داخل هؤلاء الأشخاص فحاليا الليكود هو حزب يعني ذات لون واحد فقط إذا كانت هناك أزمة أزمة كبيرة أعتقد يعني وأربط هذا الموضوع في ما تم يعني الحديث عنه مع غانس إذا حصلت أزمة كبيرة ربما يعني حرب قد يفتعلها تفتعلها إسرائيل أزمة أمنية أو أمنية بالذات بالضبط أمنية أو اقتصادية ربما بل لكن بالأساس أمنية سيكون هناك مبرر أيضا لتبرير دخول غانس إلى هذه الحكومة لأنه بالأساس المجموعة التي ربحت الانتخابات الأخيرة هي على تاريخ إسرائيل هي من أقل المجموعات التي لديها طابع أمني يعني لا يوجد فيها رجال من الجيش بشكل بارز كما كان في الحكومات السابقة فبيبناتنا قد يستعمل ذريعة أمنية أو يفتعل حرب معينة ضد الشعب الفلسطيني ربما في السنة أو سنتين القادمتين حتى يخرج من أزمة أخرى قد تكون أمام المتطرفين مثل سموتريتش وبينكفير وهذا متوقع لأنه بالأساس بنكفير نفسه يعني بنكفير وسموتريتش يعني كل شعبيتهم بنيت على مدى سنوات أيضا هجوم على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والشباك واتهام هذه المؤسسات أنها ليست قاسية بما يكفي ففي فترة معينة سيحصل هذا التصادم الذي سنراه وقد يفعل بيب نتنياهو أزمة مفتعلة للأسف طبعا نقول وبالتالي التخلص من هؤلاء الحلفاء الحاليين وربما يكون الباب مفتوح لبيني جانس للدخول ربما والقيادات العسكرية التي معه فيما يتعلق ببيني جانس طيب غنايم قبل قليل أضفت ربما جزء من جملة حول الشرعية ومن أين تستمد الشرعية الشرعية أنا خلافا لما تفضل به الأستاذ يوسي يونا برأي الشخص لن تستمد مباشرة من الجمهور وإنما من الضفة الغربية المحتلة إذا اشتعلت الضفة الغربية المحتلة واحتقنت أمنيا وانفجر الوضع هناك هذا الأمر سوف يمنح بن يمين نتنياهو القدرة والشرعية والإمكانية بأن يتواصل مع بني جانس وأن يتحالف معه وأن يستثني بين كفير وسموتريتش يعني وكما عطفا على ما تفضل به الأستاذ دكتور رامز يعني ليس شرطا أن يفتعل نتنياهو هذه الأزمة في الضفة الغربية وإنما فعلا الضفة الغربية إذا دخلت في حالة غليان وعلى ما يبدو وفقا للوقاء الحاصلة مؤخرا الضفة الغربية على سبيل المثال حادثة القدس قبل يومين الانفجار الذي منفذه فلسطينيون في مدينة القدس كل هذه مؤشرات ودلائل على أن الضفة الغربية في حالة غير مستقرة من شأنها أن تنفجر في كل لحظة هذا الأمر هذا الانفجار سوف يؤدي ويمنح شرعية لنتنياهو بأن يتحالف مع بني جانس ويشكل الحكومة التي يبتغيها وحينها يحيد ويضع جانبا كل من سموتريتش وبينكفير نحن نحاول ربما استقراء المشهد والعناصر التي ستلعب في هذه المعادلة لا أعلم إن كان أستاذ يوسيون يوافق هذا الطرح أو هذا السيناريو آه طبعا لكن هذا يعني اعتماد متبادل للأشياء إذا يكون الانفجار في الضفة الغربية وحالة غليان كيف رمز عيد يتكلم زميلي رمز عيد يتكلم طبعا هذا يعطي الشرعية لكن الشرعية شو معناها الشرعية شرعية أنه في هناك عدد كبير من الجمهور الإسرائيلي يؤيد غانس أن يخوض إلى الحكومة التي لفها لأنه غانس هو السياسي وسياسي يأخذ بين اعتبار ما هي الأمكانية لإحتمال أن يرجع عنه ويعزب قوته في الانتخابات المقبلة وإذا يرى أنه يخسر عدد كبير من التأييد ومن المسوطين اللي صوتوا لحزبه لا يفعل لذلك لذلك أقول أنه الاعتبارات المركزية الرئيسية للأسف الشديد التي يعني يحتمون فيها السياسيين ما يحدث في الانتخابات المقبلة هذا الإشي المركزي وهما يتمين فيه هذا هو الأمر المركزي ربما والاهتمام يرتكز عليه في نصف دقيقة دكتور رامز عيد وقت كل هذه العناصر التي نوردها ونتحدث عنها بخصوص النظام السياسي في إسرائيل وإلى أين يذهب كيف تستطيع توصيف هذه المرحلة في نصف دقيقة لو سمحت أعتقد أنها أزمة قانونية وأخلاقية تقوم بها الحكومة الحديثة تزيد من التطرف الذي كان موجود وتزيده إلى مستويات عالية وستصبح من بنظر العالم والذي هو يؤثر على السياسة الداخلية تصبح دولة قريبة من دولة الفاشية إذا نفذت كل الوعودات الانتخابية للأحزاب التي تشكل الحكومة ومنها إضعاف محكمة العدل العليا التي كانت لديها بعض القوة في بعض المواقف لمنع السيطرة الأغلبية وهناك أزمة في تعريف الديمقراطية الإسرائيلية سنراها في السنوات القريبة دكتور رامز عيد الأستاذ والمقتصف الإنثروبولوجيا السياسية طيب غنائم المقتصف الشأن الإسرائيلي بروفيسور يوسيون أستاذ الفلسفة في جامعة بينغوريون وعضو الكنيسة السابق أشكركم على المشاركة في هذا الحوار من حوار الساعة الشكر موصول لكم مشاهدين على متابعته هذا العدد إلى اللقاء اشتركوا في القناة